في الشأن الدولي أكد وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستستمر في تطبيق العقوبات على إيران معتبرة أنها مؤثرة أقوال بومبيو جاءت خلال كلمة ألقاها في العاصمة التايلندية بانكوك خلال ذقاء موسع بين دول منطقة جنوب شرقي آسيا وقوى عالمية في المقابل رفضت وزارة الخارجية الفرنسية أمس في بيان قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على وزير الخارجي الإيراني محمد جواد ظريف اشتركوا في القناة